اشتركوا في القناة رافع راسه في السماء لأن ظهره مسنود أيوة ظهره مسنود على أعظم جمهور جمهور وفي جمهور مخلص عاشق من عشرات السنين عمر الأهلي ما وقع ولا اهتز لأنه وراه مش جمهور وراه شعب وطول عمر الأهلي المسل والقدوة ونادي البطولات ونادي الإنجازات ونادي الألقاب والأرقام القياسية لأن معاه أهم سلاح وهو سلاح الجمهور في الأيام الأخيرة شفنا كده حملة مش لايقة على النادي الأهلي من بعض المشجعين من بعض المتعصبين صحيح الزعل مسموح ومطلوب في بعض الأحيان لأن جمهور الأهلي يتعود على المكسب طول الوقت لكن لما بيخسر مش من طبيعة أبدا إنك توقع فريقك ماتش تلت نقاط وعده وكلنا انتقادنا وعاتبنا وزعلنا وخلاص عدى الماتش يوم مش بتاعنا وده عادي حصل وحيحصل إنما اللي مش ممكن يحصل إنك تهاجم عمال على بطال وخلاص لأن المطلوب عكس ده تماما المطلوب إن المحب يكون واقف في ظهر حبيبه إمتى وقت الصعوبات مش وقت لما الدنيا تكون سهلة والدنيا تكون ماشية بالعكس أنا محتاجك وقت ما يكون في مطبات وقت ما يكون في حاجة صعبة أنا هطلع من المطب ده بيك إنت إنت اللي حتطلعني إنت اللي حتوقفني على رجلي تاني مش هقول في وقت المحنة لأن الأهلي مش في محنة عمر ما كان الأهلي في محنة الأهلي البطل ومازال متربع على عرش المسابقة وبفارق كبير من النقاط عن أقرب منافسية الأهلي الأقرب للفوز بالدوري رقم 42 وإن شاء الله حيحسمها بدري وافتكروا كلامي ومكملين المسيرة بنجاح في دوري الأبطال إن شاء الله والماتش اللي فات بالرغم إننا خسرنا إنما هو ده اللي حيدينا الانطلاقة للحصول على الأميرة السمراء اللي كنا اللي كلنا منتظرنا في فرغ الصبر الأميرة السمراء اللي إن شاء الله حتدخل دولاب البطلات بالنادي الأهلي قريبا جدا جمهور الأهلي العظيم أنتوا اللي علمتونا واحدة من أهم المبادئ والقيم والسوابط لما غنيتم لينا بأعلى صوت ولا نسيتم وإن كنت نسيتم أفكركم موسيقى 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 صوت ع começo موسيقى أفكركم موسيقى 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 المصيقى شوفتوا المشاهد عامل ازاي ده جمهور يزلزل الارض جمهور ينطق الحجر جمهور بيعمل كل حاجة عشان خطر فرقته على فكرة جمهور الاهلي لسه بنفس الحماس وبنفس القوة وبنفس الروح وهيفضل اكبر داعم لأعظم نادي في الكون وهيفضل شعاره جمهوره ده حماة حماة من المتربصين اللي بيحلموا ويخططوا لإسقاطوا كل يوم ومستعدين يعملوا اي شيء علشان ايه الاهلي ما يستمر الشقم واحد والاهلي بفوق الجميع لا مش هنديهم الفرصة دي وكلنا ايد واحدة من اجل موصلة المشوار بنجاح والفوز بكل البطولات ان شاء الله هنعالج الاخطاء هندعم نجومنا الكبار وحنكون جميعا اكبر سند لكل لاعب لابس الفانيلا الحمرة عارف كويس ان في ناس منزعجة من وجودكم بكل قوة في كل وقت ورا ناديكم العظيم النادي الاهلي لكن مهما يعملوا انتم الاعظم على مر السنين خليهم ويصابوا بخيبة الامل لان مهما حدث فالاهلي سوف يزل دائما مع شوق جماهيره العظيمة وعارف ان نجوم الاهلي هيتعرضوا كل يوم لحروب غير شريفة لكن اللي متأكد منه ان الاهلي هيتصدى لكل دول وحيستمر في طريقه للامام بعيدا عن الصغائر اما المتربصين فبقولهم جملة واحدة بس يقبلوا